شخصية وعلاقات شهدها المغرب منذ ما قبل الاستقلال إلى الألفية الجديدة على خشبة المسرح عرض يطرح انتظارات الشخصية وهواجسها وأسئلة المغرب المعاصر وأحلامه هذا العرض المسرحي حاولنا فيه أولا أن نكون أوفياء لرواية الكاتب محمد بن رادا فالعرض يقدم واحد التفكيك للمجتمع المغربي علاقته بداته علاقته بالفرنسا من خلال شخصيات تمتدوا تقريبا من قبل الاستقلال إلى ألفين وداش فعبر هات السنوات حاولنا أن نفكيك وأن نقدم وأن تصبح الخشبة مثل مشرحة لتشسيد مجموعة من الشخصيات التي هي تنتمي إلى المغرب وضبنا المتخيل المغربي كما شاهدت جميع كان واحد تفاعل جميل جدا مع الجمهور وكان جمهور سميع اليوم تفاعل مع مختلف الأحداث هذه المسرحية ونتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى ومسرحيات أخرى وأطباق أخرى فنية في اللقاءات جديدة مع الجمهور المغربي المسرحية التي تقدمها فرقة مسرح الشامات شخص أدوارها كل من زينب الناجم عبداللطيف خمولي جواد العلم ونسرين المنجي في مشهد يجمع أجيال مختلفة من فن الأداء المغربي المسرحية مستمرة في جولة عبر مسارح المغرب تفاعل إبغاء للغاية